أعظم ثمرة أن تنجح في الامتحان أنا و أنت الآن في الدنيا في قاعة الامتحان الأسئلة بين أيدينا سيأتي وقت تسحب مننا الأسئلة ستسحب الأرواح و يخرج الإنسان من هذه الدنيا فإذا خرجت النتائج بأنك نجحت فهذه أعظم الثمار أن يرضى الله عنك هذه ثمرة عظيمة جدا و ما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون الصيام من أعظم العبادات و لهذا الله سبحانه و تعالى جعل أجوره عظيمة و هذه ثمرة من الثمار تختلف عن غيره يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثاله و هذا فضل من الله سبحانه و تعالى قال الله تعالى يعني في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي و أنا أجزي به يعني معناها أن الصيام أجر الصيام أعظم من عشر مرات من الأعمال الأخرى فإذا كان إنسان يتصدق فيعطيه الله عز وجل بالحسنة عشر أمثالها فالصوم يعطيه الله عز وجل أعظم من ذلك لماذا؟ لأنه شهر الصبر و قد سمه النبي عليه الصلاة والسلام شهر الصبر الحديث صحيح قال شهر الصبر و ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر فشهر الصبر هو رمضان و رب العالمين ماذا يقول؟ يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بغير حساب ما فيه شيء واحد ثلاثة عشر ما فيه أكثر يعني يحثوا لهم الخير حثوا و لهذا خصص الله لهم بابا كاملا في الجنة اسمه باب الريان و قال إلا الصوم فإنه لي و أنا أجزي به نعم قلنا فإنه لي و أنا أجزي به يدعو شهوته و طعامه من أجلي فالله عز وجل لأنه يرى منك أنك قد تركت هذه اللذائذة التي هي في الأصل حلال لك لأجل الله عز وجل يعطيك هذه الثمرة العظيمة وهي أجور لا تخطر لك على بال يقول الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون يقول بعض المفسرين أخفى الله عنهم الجزاء لأنهم أخفوا عملهم في الدنيا عن الناس في ظلام الليل لا أحد يصلي يقوم يستغفر ما أحد يعلم به فكان الجزاء هناك فوق ما يتخيل و لذلك حتى من أسلوب الترغيب لما تقول مثلا لابنك تقول سأعطيك جائزة لا تخطر على بالك فوق ما تتخيل هذا يعظم في نفسه الرجاء و الأمل بشكل كبير و كذلك الجنة فالله عز وجل جعل فيها كما قال عليه الصلاة والسلام ما لعين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحوار الذي كان بين موسى عليه الصلاة والسلام و بين الله لما سأل موسى ربه قال ربه أخبرني من أدنى أهل الجنة منزلة قال ذاك يا موسى رجل يأتي بعدما يدخل أهل الجنة الجنة فيجدها ملأة فيقول الله له فيقول يا رب جدتها ملأة فيقول الله يا ابن آدم أدخل الجنة فإن لك كأعظم ملك من ملوك الدنيا فيقول يا رب تسخر مني و أنت رب العالمين هذا آخر واحد طالع ترى آخر واحد طلع من النار و جاء الناس في الجنة من سنين هما يدر المسكين يحسب ما في أحد أصلا حتى لما طلع من النار قال الحمد لله الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيء لم يعطيه الأولين و الآخرين و ما يدر فيه ناس في الجنة أصلا ما رأوا النار و ما سمعوا حسيسها و لا يدرون عنها في الجنة جعل الله و إيك منهم اللهم أمين فلما يأتي و يأتي عن باب الجنة و ينفهق له باب الجنة و يحثو في وجهه من نعيمها و من هوائها و حسنها يعرف إن فيه دار غيرها فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك بك أدخلني الجنة فيقول الله أدخل الجنة فإن لك أعظم ملك من ملوك الدنيا هنا يقول أتسخر مني كميل و أنت رب العالمي أنا سأخف